الحاجة التانية المهمة في الشأن المحلي النهاردة ربطة الاندية الدوري المنتاز الجديدة اللي تم إنشاءها كان أول اجتماع لها انطلق في تمام ساعة 12 زهرا اجتماع قعد تقريبا حوالي أربع ساعات لكن فيه قرارات مهمة قوي قوي من خلال أول اجتماع ده أول حاجة تم اعتماد موعد انطلاق بطولة الدوري الجديد يوم 25 أكتوبر بشكل رسمي خلاص بإذن الله تعالى حلو حلو يعني كمان شهر تقريبا من دلوقتي القرار التاني وده قرار حيبقى فيه كلام كتير في وجهة نظري لأن قال لك إيه إحنا هنعمل بطولة جديدة هي بطولة كأس الربطة على غرار يعني إيه غرار غرار إنجلترا يعني إنجلترا عندهم بطولة كأس الاتحاد بطولة كأس الاتحاد وبطولة كأس الربطة بخلاف الدوري اللي هو البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز يعني طيب قبل ما تاخد القرار ده هل أنت درست كم الارتباطات اللي عند الاندية وإحنا أصلا بنعاني من المطشط الكتير وإن الدوري عندنا مش منتظم لأن فيه ارتباطات أفريقية وعالمية ومحلية ومنتخب وتصفيات وكلام من ده هل الكلام ده كله تم دراسته عشان يتاخد قرار زي ده مش عارف مش عارف أتمنى أتمنى تكون أو أتمنى أن يكون القرار بعد دراسة كافية وبعد التفكير كويس يكون في صالح الكرة المصرية إحنا بنحاول نشيل مطشط لكن تم يعني إنشاء أو تدشين بطولة جديدة ده بالجانب كأس مصر في اعتقادي يعني أصلا كأس ربطة حاجة كأس مصر حاجة تانية يعني بخلاف الدوري كمان كمان من ضمن القرارات حددت الربطة مبدئيا يوم 5 أكتوبر المقبل موعد ليه سحب قرعة الدوري الممتاز ودعه كمان ممثلي الأندية للاجتماع في يوم الخميس المقبل لعرض التصور الموسم الجديد وهل الموسم يبقى لأنه كان ده أساس الاجتماع النهاردة الموسم يبقى شكله عامل إزاي أو الدوري تحديدا يبقى شكله عامل إزاي التصور بتاعه إيه هل دوري من مجموعتين من مجموعة واحدة زي ما هو ولا مثلا من دور واحد وبعد كي يبقى فيه إجراءات أخرى يعني فده اللي حيتم منقشته مع ممثلي الأندية يوم الخميس المقبل عشان يتم اتخاذ القرار النهائي